يعني حتى الإنسان يستغرب يعني كيفاش الآلة تطورت إلى هذه الدرجة أنه حتى يعني نظريات تستطيع أن تحققها وتبرن عليها بالآلة هذا شيء مهم جدا عندما يرى الطالب هذا الجانب التطبيقي اللي عنده يعني علاقة بالواقع مباشرة يكون تحفيز يكون تحفيز وهناي الطالباء وهذا يعود كما قال الأستاذ للطريقة التي يدرس بها الأستاذ أنا عندما أدرس الجانب النظري الجانب النظري معقد جدا لكن عندما أريهم الجانب التطبيقي وانتقلوا إلى الحاسوب وأريهم كيف نسقط هذا على الواقع الطلبة يعني يجدون متعة يجدون متعة ويرجعون لأنك تظهر لهم العلاقة ما بين النظرية اللي هي عن طريق فرضيات والطريقة عن الحلول الرقمية وكيف تحقق الحلول الرقمية برجوعك الفرضيات النظرية اللي وضعتها في البداية هذا المنهج الجانب ما بين النظري والتطبيقي والتطوري اليوم أنا نقدر نقول ونقدر أؤكد أنه اليوم نقدر نتكلم عن الرياضيات التطوري يعني نقدر نتكلم عن الرياضيات التطبيقية اليوم كأن الإنجنيرية التطبيقية هي مرتكزة أساسا على هذه الرياضيات المعقدة وما الذكاء الاصطناعي إلا نتاج لهذه النوع من الرياضيات والله الحديث معكم شيق والموضوع شيق ولكن الوقت هو الحاكم بالحد الفاصل أجمل ما أردت مستمعي اللفظي ضيوف الكرامة نختم به هذه الجلسة هو هذا الكتاب الذي أحدث ضجة ساحة تعبير لأنه يحمل عنوان الرياضيات حياة وموت لصاحبه الأستاذ البريطاني كيت يانس هذا الكتاب يقول في أحد الفصول التي وقعت بين يدي هو ليس كتاب المراجعة للدروس وإنما هو للتحرر من الشعور أنك لا تستطيع المشاركة في الرياضيات أو أنك لست بارعا فيها الرياضيات للجميع يمكننا جميعا تقدير الرياضيات الجميلة الكامنة داخل الظواهر المعقدة التي نصادفها يوميا فالرياضيات هي الإنذارات الكاذبة التي تلعب في أذهاننا هي الثقة الزائفة التي تساعدنا على النوم ليلا هي القصص التي تنطرنا بها وسائل التواصل الاجتماعي الرياضيات هي الثغارات الموجودة في القانون هي التكنولوجيا التي تنقض الأرواح طارة والأخطاء التي تعرضها للخطر طارة أخرى الرياضيات هي أفضل أمل لدينا للإجابة على الأسئلة الأساسية حول ألغاز الكون وأسرار نوعنا الرياضيات تقودنا إلى مصارات لا تعد ولا تحصى في حياتنا تنتظر وراء الحجاب لتحدق لنحدق إليها ونحن نلفظ أنفاسنا الأخيرة بهذا إذن نصل إلى نهاية هذا المنتدى الذي أتمنى مستمعي الله فاضل أن يكون مفيدا لكم في اليوم العالمي للرياضيات أشكر ضيوفي الكرام على تلبية الدواء أشكركم أنتم على حسن إصائي والمتباعد أنتم لنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر